نيديا فوتين في بوشة اللي تنجم تقوم بإسعاد عدد كبير من المصابين بمرض السرطان حول العالم رئيس الروسي فلاديمير بوتين أيام تلتيلي يعلن أن العلماء الروس قادرين وأنهم على وشك إنتاج لقاحات للسرطان يمكن أن تكون متاحة قريبا قريبا في الأسواق اللقاح للسرطان بأنواع مختلفة وكمان متاحة للأفراد ده إعلان الرئيس الروسي في منتدى موسكو لتكنولوجيا المستقبل واللي أعلن فيه بشكل واضح اقتراب روسيا من إنتاج اللقاحات للسرطان بأنواع مختلفة ما حددتش طبعا هي إيه وكمان أعلن عن جيل جديد من الأدوية المسؤولة عن تعديل المناعة خطو بوتين بتيجي بعد أيام قليلة من مقابلته التلفزيونية مع صحفي أمريكي واللي كان أعلن فيها أن روسيا طورت أسلحة دفاع صاروخية فوق صوتية وما ننساش طبعا أن روسيا كانت عملت اللقاح الخاص بيها وقت كورونا في نفس التصريح المتلفز هذية بوتين قال أنه اقتربنا للغاية من إنتاج ما يسمى بلقاحات السرطان وأدوية تعديل المناعة لجيل جديد ويقول زيدا أنه يتم استخدام قريبا بشكل فعال التلقيح هذية وأتمنى أنه يكون فعال جدا كوسيلة للعلاج الفنرطي فكرة إنتاج لقاحات مضادة للسرطان عندها تقريبا أكثر من عشرين عام عدد كبير من العلماء يحاولوا وحاولوا البحث عن لقاحات بالفعل تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم دكتور سادير الراوي هو أخصائي جيرحة عامة وأورام سرطانية يقول أنه العمل بفكر هذا يبدأ من الثمانينات موضوع اللقاحات الأورام السرطانية هو موضوع جديد من الثمانينات بدأنا به التسعينات طورنا بالألفين والألفين والألفين والأشرة والآن بالعشرين فالموضوع هو طويل الأمد الموضوع أيضا لا يتحدد بنوع واحد من السرطان يعني لحد الآن إحنا عدنا لقاحات للميلانومة اللي هي الأورام الخبيثة الجلدية عدنا لقاح لعنق الرحم وبدأنا بلقاحات في الهيدن نكسورجري أورام البلعوم والرقبة الآن تطويرها بموضوع عام موجود بش موضوع خاص لحد الآن ما وصلنا إلى تأكيد تام واحدة من هذه الشغلات أنه هي خطوة استراتيجية لرئيس يعلنها هو عبارة عن اللقاحات كلها عن تغيير جهاز المناعة سواء كان فيروس أو خلايا سرطانية تبدي تقاومها فهذا أساس للفاكسينيشنز اللي هي مثل ما الكوفيد جهاز المناعة نغيرها ونوحدها ونوجهها لضرب الخلايا السرطانية سواء كان من البشر نفسه أو عن طريق تجارب حيوانية وزرقها للبشر أكثر سؤال شفتو تترح بعض الأخبار هذية هو هل إنو التلقيح هذا هو ويقاي أم إنو يعلش سينا لقول لعبة عن طريق حيوانية سؤال آنذا ما عن طريق سينام سينام يقول لعبة عن طريق تترح بعض الأخبار آنذا ما عن طريق تترح تترح تعطيح تترح في بعض الأخبار كما أن تترح احضر بغزانات كلها عن طريق حيوانات ويقاي أمثال طريق رغزانية en fonction de la tumeur dont il est atteinte en fonction des mutations qui sont spécifiques Vous voulez dire qu'on va individualiser le vaccin ? Il y a déjà des essais cliniques avec des vaccins individualisés pour chaque patient il y a un vaccin qui est créé pour chaque patient qui est ennemi qui est ennemi qui est ennemi avec le fait un grand nombre de pays qui travaillent sur cette situation on rappelle que l'amnée et l'amnée a été ennemi avec la société de l'amnée pour l'éterreur pour l'éterreur pour l'éterreur à l'éterreur pour l'éterreur une autre chose ennemi pour la santé c'est ennemi 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 les gens ont reçu pour l'éterreur au gorge au gorge au gorge le pays le pays au gorge le pays le pays le pays au gorge le pays le pays كان اعتمدا على إمكانية استخدام تكنولوجيا لقاح كوفيد-19 المستند إلى الحمض النووي الريبي المرسال MRNA للمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية في اختراق علمي قد يعزز التفاؤل بشأن لقاحات السرطان في السنوات المقبلة يمكن من خلال اللقاح العتيد تهيئة الجهاز المناعي للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها البحث المتخصص في الأوبية واللقاحات دكتور عمار الخميسي فسر ويشرح كيف هدواء هدية ينجم يكون شخصي بالنسبة لموضوع اللقاح الجديد الحقيقة هو علاج وليس لقاح المرحلة الأولى النجحة المنتشرة في أمريكا وبريطانيا هو العلاج المرحلة الأخرى للوقاية أي قتل الأورام قبل أن تبدأ بدأت الآن هذه المرحلة بدايتها في أمريكا ولكن حاليا نتحدث نحن على العلاج أي الإنسان ينصاد بالسرطان ينتشر فيه جسمه فيحتاج إلى علاج يتعالج به عموما وحاليا العلاج موجود عن طريق الجراحة عن طريق العلاج الكيمياوي أو عن طريق الثيرابي على هو كوكتيل أجسام المضادة المونوكلنال التي تساعد خلايا المناعة على تعرف الخلايا السرطانية للأسف غير ناجح مع كثير من السرطانيات طبعا نحن نعمل لقاح لكل شخص هذا الدواء هو دواء شخصي بعد أن نعمل هذه الذرات المتناهية الصغر ونبعثها إلى خلية الإنسان تبدأ خلية الإنسان تكون أجسام مضادة التي تشتبك مع الخلية السرطانية وتبعث إشارة إلى خلايا T لإنتاج خلايا T القاتلة تهجم على الخلية السرطانية وتقتلها العلم لا يوجد نهاية خاصة مع حاجة والتي اليوم ويقع يعيشها عائلة تنسية تقريبا نكون سأعطيك رقمي في عام 2023 أكثر من 22 ألف إصابة بمرض السرطان في تونس معتري هو مرض العصر وأسباب ارتفاعهم معتها عديدة جدا ما نشتبي بش نحكي لكم على أسباب اللي تنجم تخلي الإنسان يكون مريض بالسرطان توقعات تونس أنه في عام 2040 بش نوصلوا الـ 41 ألف حالة في العام ما شوالي سنويا عنا 41 ألف حالة معتري الضعف انتع تقريبا لي موجودته هي هو معناتها اليوم ظهر لي واحد من أكبر التحديات اللي موجودة على مستوى الصحة في العالم الكل اللي دونك على تونس هو موضوع عفونا وعفاكم الله مرض العصر اللي هو السرطان اللي معناتها العلم إلى حد الآن ما لقاش علاج وإلا معناتها فاكسان اللي يحمي من المرض هذا ويكون فاعل بنسبة كبيرة فما كما قال الطبيب اللي كانت داخل فما لتيرابيه لموجدين الشيميو وراديو والعلاج الجراحي ولكن يقعد ديما فما نسب اللي الأدوية وإلا العلاج غير قادر على مدواتها وهذا يعاطي تحدي كبير خطر خلافة لمراض أخرى ما هوش مرض معدي ما هوش كما الكورونا اللي حاجة تنتقل من شخص لشخص ولكن إن شاء الله البشرة هذه معناتها تكون سريعة في النتيجة متاعها سرطو أنا خريت برشة ما قلت ليحكي وإنه حتى مسئلة الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد يتقدم برشة في مسائل عمليات البحث على شخص خطر فما ما يسمى بالتعلم العميق ولا الديب لرنين اللي هو يسمح للآلة بالقوة متاع الحساب متاعها باش توصل هي الديشيفر الأسباب وهذاك عليش قاعدين نحكيه اليوم على علاج برسوناليزي راهوا معناتها أنت والشخص والبنية سعر انتظر بش يكون خيالي معتا كان برسوناليزي بش يكون غالي برشة غالي ياسر زي دوان شوف جين الموع معتا علاج المرض الخبيثة ده راهو يتكلف هو عادة هو عادة يتكلف ديجا هو عادة الأدوية كيفش تتحسب السعر بتاعها سي السوسيال ما يتحسب قديش صرفت شركات الأدوية باش تطور الدواء ذاك باش تنجم ترجع المصاريف بتاعها على خاطر مهمش يستعملوا في حاجات للكلفة معناتها المواد هي اللي تتكلف برشة وإلا التكنولوجيا متاع الصناعة هي اللي تتكلف برشة ولكن زي ده شوفنا البشرية وقليت حب تاخذ قرار شوفنا أنه اللقاح متاع الكورونا هل غايبة اليوم إرادة عالمية اليوم في الموضوع هذا أو شفت في الكورونا تجنت الناس كل للابراتور كل جند ومبعاظهم القوحل معتها بصراحة لي أعوام أعوام نحس لي ليه معتها فمش رغبة من معتها موحدة في العالم تعيش نلقاه حل لداء السرطان لا لا ما هو تنتعى فما أوكي فما لا هو فما بالنظريات بتاعبو أمرا من حد شنكو فيها لا 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 مش عالي كانت لا لا يا أمي معتها فما عدم نية موحدة أكريت في الكورونا ناس كل جند في نهار قاوه المكسر مش فرصة مش نحكيو عليها اللي هي فما نظريات اللي تقول إنه راهو اللي لابراتور قادرين إنهم يوصلوا لأدوية في المرض هذا ولا غيره ولكن ما يخرجوهمش على خاطر من مسلحتهم يقعدوا يبيعوا في الدويات اللي موجودة توا دونك ما يحبوش يتعداوا لأنا بصراحة هذا ما صدقوش ما نتصورش إنه علماء كبار في العالم معاناتها يوصلوا يحسبوا في الفلوس في حاجة كيب هكا بقا شنو بقا إنه اليوم تنجم تخلي إنه نوصلوا بشكل أسرع على خاطر أنا متأكد اللي بعد كلام بوتين ردت الفعل في الغرب يلزم أحنا نكونوا لولانين اللي نوصلوا إذا ياركي ترجع أنت للسباق متع الفضاء نرقاوه مربوط بالمسئلة التنافس هذا واثنين راهي التكنولوجيات توشفت الذكاء الاصطناعي راهوا الحاجات لقريطة مواخرة نقول لك في العشرة سنين اللي خلانين نربحنا فوأ مليون القدرة الحسابية برابور للبريود اللي فت دونك هذي راهوا بشي سرع الوصول للمودال ماتيماتيك اللي يخليوا نفهموا الضوار هذه ونرقاوه الأدمي واضح يعطيك صحة إيد بركة لو فيك ناديا موضوع مهم جدا يعطيك صحة بركة لو فيك شاء الله ربي يشفي كل المرضى اللي يسمع فينا وإن شاء الله ربي يعطيهم القوة وبالعزيم إن شاء الله بإذن الله يتغلبوا على المرضى هذا إنتقس